اهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالأول حصل ما لم يكن في الحسبان وأوقف مهندس الهندسات والصندوق الأسود المالي للمصرف المركزي والدولة والمصارف والسياسيين في أن وكل الصفات التي أطلقت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي الخطوة المفاجئة بالشكل والمضمون أثارت كما من الأسئلة غير المسبوقة ما كنا لنسمعها لو كان القضاء بخير وهذا أخطر من الواقعة نفسها لماذا الآن من خطت من أوعز ومن نفذ هل هي صحة قضائية موضعية أو خطوة إنقاذية لما تبقى من هيبة للبلد بمصرفه المركزي وقضائه ولتلافه أيضا اللائحة الرمادية هل ستنسحب هذه الخطوة على مدفلات أخرى كملف المرفأ مثلا أم أنه من المحضورات وإذا رضي سليمي بالامتسال فهل سيرضى بالصمت الدائم أم أنه سيتحدث وسيكشف أسرار الدولة العميقة وغير العميقة ويجر معه آخرين وإلى جانب هذه الأسئلة يبقى السؤال الدائم ماذا عن لبنان في معاناته ومتى الصحوة وما علاقة القاتل والقتيل والطوائف والصيغة أسئلة كثيرة وأمت الشاعبة سنحاول أن نجيب عليها اليوم في برنامج بالأول في الشق الأول سيكون ضيفي طبعا رئيس مؤسسة جستيسيا وأستاذ القانون الدولي الدكتور بول مرقص أهلا وسهلا فيك شرفت تحياتي إليك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا لإدارة المحطة وللمستمعين والمشاهدين الكرام أهلا وسهلا في الشق الثاني سأصطدف الكاتب والبحث السياسي أحمد الغز ومعه سنناقش علاقة اللبنانيين ببعضهم البعض وكمية الاحتقان الموجودة في القلوب والنفوس وهل يمكن أن تنتج وطنا طبعا يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني في dail.me مواقع التواصل الاجتماعي وويس أوف لبانون وعلى ال VDL 24 والسمارت تيفي بجعب راح أكفيك دكتور بول مرقص أهلا وسهلا عن جديد شكرا طبعا يعني الشغل الشغل اليوم هو توقيف حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي بالبقاء هو توقيف أثار كم هائل من الأسئلة لأنه إجا مفاجئ وما كان حدا بتوقع أنه يصير وهذا شي صار معروف في كل العالم عم تحكي عنه بس الخطر يمكن بالموضوع أنه هاي الأسئلة وأنه ما حدا مصدق أنه هاي دي منة مسرحية ومخبية وراها شي ما حدا مصدق أو لا للصدقه لأنه الناس محل معين شعره أنه ما في حملة عارمة لمكافحة الفساد في لبنان بعد ما قامت هاي دي الحملة هاي إذا رح تقوم يوما ما يعني واثنين بتعرف الناس أنه هناك بعض زبائن للجماعات السياسية بالأمن وبالإدارة وبالقضاء ما بيمث بهم لأنه الزعمات التقليدية موجودة بالبلد بمعظمة حتى ما نظلم ونعمل عادت وأطبقت على الناس الناس تعباني الناس موجوعة الناس تعبت من المظاهرات من الاحتجاجات بدها لقمة عيشة ومنا مستعدة ترجع على الشارع بسهولة ومنا مصدق أنه منا لوحدة الأمور رح تستطب حتى التعويل على الخارج وعلى العقوبات الخارجية كانت محل معين له أمل كمان تضاعف هذا الأمل فأكيد الناس بدها تفترض أنه هذا الشي اللي ساير هو نتيجة أسباب غير مرئية بعد ما توضحت الغيات اليوم ممكن تكون هاي الأسباب العلاقة باللي تفضلت فيه لاحة الرميدية تنوضح للناس شو هي شو هي خلا نبلش فيها ما زالك اخترت هذا الموضوع بذكر أنا بالسنة الألفان وضع لبنان على لاحة السوداء لمجموعة العمل المالي فاطف أو قافي بالفرنساوي جروب داكسيون فينانسياري انترنسيوناليا اللي بتصني في الدول إذا متعاوني أو غير متعاوني بمجال مكافحة طبيعي الأموال وتمويل الإرهاب سنة الألفان وواحد عملنا نحن قانوننا اللي هو 318 على ألفان وواحد أول قانون لمكافحة طبيعي الأموال جعنا أنشأنا هيئة التحقيق الخاصة بمصر في لبنان اللي بتسمع فيها هلأ وقلغينا شركات الأوفشور إنها تكون عشاك ليبنوكي وخففنا مع الوقت السري المصرفي صرنا سنة الألفان واتنين على لاحة أجمونت يعني اللي هي بتكافح طبيعي الأموال شوفوا إذا عداش امتقلنا من محل لمحل بسبب هالإجراءات اللي عملناها طبعاً جاء تعدل هالقانون سنة 2003-2009 وصولاً لأنه النفط سنة 2015 سعيناها قانوني جديد كنا وضع كتير متقدم على صعيد مكافحة طبيعي الأموال لبل نحن أنشأنا أو سهمنا بإنشاء الجافي يعني الفاتف مين فاتف بالمنطقة دربنا دول عربية وعمل للاقوينينا وبالتالي صرنا بيونير بهالموضوع إلى أن اجت الأزمة المالية في لبنان ورجعتنا لورا بسبب الكاش السوسيتي القائمة المجتمع القائم على الكاش على النقد تعاملات النقدية بسبب عدم ثقة الناس بعد اليوم بالمصارف أيضا استجد معطى كتير مهم بموضوع مكافحة طبيض الأموال له علاقة بمكافحة الرشوة والفساد نضاف لجرائم طبيض الأموال وهذا أخذ عز هلأ فصارت الدول هالقايام عم تقيم كمان على أساس إذا عم تكافح الفساد والرشوة ليش عم تطول شوي لوصل الناس لمحل اللون أنه مكافحة الفساد أمر أساسي لمكافحة طبيض الأموال بهالقايام تنظر لأله الانستانس انترنسونال المنظمات الدولية بعين الرضا إذا هيك عمل البلد ربما توقيف الحاكم السابق هو سبب ممكن أنه يعزى إلى عدم وضع لبنان مجدداً عن ليه حرمدية بسبب كتير متطالبات منه قادر يقوم فيها يعني لا قادر يرجع النظام المصرفي بظل التعاملات بالكاش اللي هي كتير خطرة على صعيد طبيض الأموال لأنه بتهون الموضوع بتهون الطبيض ما أنه قادر اليوم يعمل إصلاحات اقتصادية بسبب أنه عدم اكتراس طبق السياسي التقليدية بإصلاحات طالما ماشي حالة وبتبيع وتشتري وطالما هو ما قادر يقدم شي جديد على مستوى إحراز بعض النقاط من ناحية التزام القطاع الخاص والقطاع العام بمتطالبات مكافحة طبيض الأموال يعني في معنى معينة هلأ ما أنا ملتزمي مكافحة طبيض الأموال لتعمل الإرهاب فربما يكون هيدا السبب الاسم والتوقيف بساعد عم بفاوض اليوم هل منظمات الدولية لسيما الفاتف لا يقلّى بمحل معين أنه طوله بيركن أكتر علينا نحن عم نعمل خطوة ربما هيدا سبب سبب تاني أيضا ممكن يعزل التوقيف أو وراء التوقيف هو كمان قطع الطريق على الملاحقات القضائية الخارجية لأنه بتعرفي صر لأكتر من سنة على الملاحقات قائمة وبأكتر من بلد مثل فرنسا ألمانيا وسويسرا وغيرها وبدأ توصل لمحل فعندك هون شيء اسمه بأنون العقوبات اللبنانية الصلاحية الشخصية المادة عشرية من أنون العقوبات شو يعني؟ يعني هون بالطبق الأنون اللبناني على أي لبناني لو ارتكب بالخارج أي جنحة أو جينية وبتحكمي هون فما دامه هلأ موقوف هيدا بساعد لحتى نجاوب على طلبات التعاون القضائي أو الاسترداد والتسليم حتى لو ما فيه هيدا الشيء أصلا أصلا إذا بالأفعال نفسها الجزائية ما فيه الشخص يتحاكم مرتين بمطرحين على نفس الأفعال هيدا قاعدة قانونية معروفة أنه لا يحاكم أو يلاحق الشخص جزائيا على الأفعال نفسها اللي بيكون ارتكبها بصورة أولى فبالتالي هيدا كمان سبب من الأسباب هيدا ما بيعني ما فيه تعاون قضائي بس إذا بتراجع لتفقية مثلا مع فرنسا ما بتلاقي فيه إمكانية تسليم بهاي الحالة عم بعطي المسل فربما أيضا التوقيف له هيدا المعنى عم بشرح أسباب افتراضية من دون ما نكون عم يعني نتكهان بس هاي أسباب قانونية ممكن تكون وراء التوقيف اللي هو يعني كان أمر مفاجئ للبعض لقالي ما كان مفاجئ بقلك لاش بس قبل بدي أقلك أنه هيدا اللي عم بشرحه ما بينطقس من دور النائب العام التمييزي قاضي جمال الحجار اللي عمل خطوة ملفدة دون شك يعني ما عمل نقص منه هلأ لا ما اتفجأت لأنه اللي بتراجعيه خلال الصار من سنة سنتين لورا من ملاحقات عندك بس بلبنان عشرين نحو عشرين ملاحق قضائية بحقه محجوز جواز سفره اللبناني والفرنساوي عندك تجميد لحساباته من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصري في لبنان اللي كان هو يترقصها للمفارقة هلأ عبيت رقصها نائب الحاكم المنصورة عندك كمان ملاحقات من الخارج حكينا عنا وفيه يعني مضايقات قضائية كبيرة فما كان من المفاجئ للي بتابع هذه الخيوط القضائية المحل معي يعني يتوقف لأنه شو اللي بعد فيه كان ينعمل إنه يتوقف طب بس ليش هلأ يعني ليش وصلونا لهون هذا اللي عم بسأله أنا إنه هلأ بس خوفاً الليحة الرمادية ما عم بلوحوا بالرايحة الرمادية إلهم مدرق دا بشان هون يعني من هون بتكتر التساؤلات إنه شو صار هل بده ينحل الموضوع على الطريقة خلينا نقول اللبنانية وقديش في مجال يكون في تدخلات هلأ مع المصاري هللي صار تدخلات وبأي طريقة ممكن تكون لحتى تدخلات كرمال شو لإخلاق سبيله بعد شوي إيه إذا بديك يعني قصديك بحال هلأ كماناش رح يمكن عم بسبق عليك بس بعود الشرح ما بقله لزوم تقول إنه هلأ هو بده يمثل أمام قادة تحقيق ببيروت صح نهار التنين صح ومفترض يكون في أكتر من جلسة عادة جلسة واحدة بالقضايا العادية بتكفي أوكي فرح يكون مفترض أكتر من جلسة ويمكن يستدعو خبراء ماليين لشرح العمليات المالية والمصرفية اللي تمت على حساب الاستشارات بمصرف صحيح هيدا الحساب يلي كان عم بيستفيد منه أطراف كتار وبلغ رصيده حوالي 111 مليون و203 ألف دولار وينسب إليه أنه صار فيه تبديد على الأقل حوالي 40 مليون منه اختلاص أو ما شابه من جرائم مالية فقادة تحقيق بعد ما يستجوبه نعم تقدر إما بيصدر بحقه مذكر التوقيف طبعا فيه يستقنف أمام الهيئة الاتهامية أو بيتركه أوكي وهون مفترض أو محتمل النيابة العامة كمان تستقنف وعندك هلأ هيئة القضايا اللي بمثل الدولة نضمت أيضا يعني كمان دعت وكانت أساسا عاملة شغل من سنة فأصدك بهالمرحلة عم بفهم منك إذا قدم إخلق سبيل إنه يخلى سبيله ماني شايف هالشي رح يصير يعني بفترض إذا أصبحنا بهالمحل هلأ بالتوقيف ومن دون ما بحب حلل بتعرفي أنا بس ما بشوف الأمور راحة باتجاه إخلق سبيل في القابل من الأيام لأنه ما كان رح يكون هلأ موقوف لو فيه إخلق سبيل قريب صحيح هيدا ما أنه تدخل بعمل القضاء ولا بعمل المحامين بس عم نحكي منطق بس هل من المنطق مثلا إنه يتوجه حاكم مصر في لبنان يلي مقدم كذا مدعاته كل هالأمور بدون محامي طب قوله يعني شو اللي دفعوا إلى هيدا الخطة يعني كل العالم عم تسأل نفس الشي إنه كيف بيروح هل هو كان سبب من اتنان يا هو ما أنه كان منتظر هالنتيجة وهيدي غلطة الشاطر وهيدي بتنفي يعني أنه يكون فيه تدبير مسبق معه بالموضوع لا لأنه بدي لك أو 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 لأنه هيدا الموضوع ممكن يكون عم يعني يغطيه بمحل معين يأمن تخطية قانونية أو حماية معينة ما بعرف إذا هم هدد بالشخصي إذا هم بدي يقطع الدابر التعاون القضاء مع الخارج كل هيدا هيدا إفتراضات يعني هاي إفتراضات برجع إليك ما بتنتقيس من أنه الخطوة اللي قام فيها النائب العم تميز هي خطوة ملفتة ملفتة مش عبقول استعاد القضاء هايبتو يعني يعني مش حتى بخس أو حتى استبق أو اتدخل بعمل تحقيق استعاد هايبتو القضاء لا أكيد ما استعاد هايبتو القضاء بس بهالخطوة أكيد لا في مسار طويل لاستعادة هايبت القضاء رغم أنه هايبت عدد كبير من القضاء موجودة بعدها لليوم بس شو بيمنعو هلأ هولي القضاء اللي بقليك اكتار عندهم هايبة بس أمام الفساد العام المستشري بالجمهورية وبقطاعات كتيرة بيكونوا منبينين بس أنه هيدا ما بيعني أبدا اليوم ما فيه قضاء في لبنان فيه قضاء في لبنان وفيه قضاء نزهين وفيه قضاء جديرين وبيصدروا أحكام الجريئة وجيدة ونحن عنا تجربة بمرصد القضاء في لبنان كنا نرصد أحكام قضائية ما حدا بيعرف فيه توقيف من اعتدى على مواطنين من عزب تحت الضغط موقفين من ضباط وغيرهم من أطلق النار في الهواء من رعب الناس كتير فيه قرارات تظهر قضائية بس بغمرت الأحكام القضائية الكتير والفساد العام المستشري الناس وين بدأت تقشع هول وبفهمها أنا قصدي دكتور بول مرقص هل هيد الخطوة بتعني أنه يد القضاء ستطلق من جديد يعني رح ينشال التدخلات السياسية إلى حد ما ما بعرف بس ماني شايف ماني شايف وماني شايف لاش لاش بدأت تكف التدخلات السياسية لاش بدأت تكف لا شو اللي بدي خليها تكف يعني زعماء لبنان التقليديين اللي نرجع نقول بمعظمهم لما نعمل واللي هن معدودين يعني هيك قرروا فجأة يمشي الحال يعني أنه يكفوا التدخل بالقضاء يعني كانت ليفتة أنه الجميع مثل كأنه سحب الابساط وكأنه الشغلة مدروسة ومعدة وطلعت البيانات بسرعة البرق أنه نحنا ما منتدخل وكل هالك بيبقى فيه مايسترو بمحل معين بهالبلد هذا اللي عم قلو من أوعز من خطط من نفذ وهيدا برجع أقلك لا ينطقس من أنه هاي الخطوة ملفتة برجع أقلك بس نحكي الواقع بتحكيين الواقع بدي جابك بواقع بواقعية فيه مايسترو بالبلد أكيد عاطل مبارك شو مايسترو أكيد نبش عليه بالسياسة بالسياسة نعم بالسياسة النقدية ولا بالسياسة السياسية والأمنية والأمنية بهدف شو شو يعني إذا أنت عم تقول هيك أنه كأنه عم تقول أنه السياسية مش همون على لبنان ولا بهمون هيدا الموضوع كتار منهم كتار منهم بس مش همون لا يأبا هون لا يكترسون لا يكترسون أكيد هني بس كانوا عتلين هم أنه فترة لـ 2019-2020 صح نصرية رجعوا رجلجوا لا هني هني هوده اللي عم نحكي عنه اللي الناس كلها بتعرفوا اللي بدون تثمي يعني مش ضروري ما عتلوها بغير هالسنة سنتين بعدين رتاحوا رجعوا لوضعوا ورجعوا حكموا منيح وقابضين على السلطة مش أبهين طبعا معلقين الدستور ولا في انتخابات ولا في تشكيل حكومة ولا في بلديات وتمديد للقوى الأمنية والعسكرية قد ما بدك وقعدين مرتحين ليش بدون يهزوا يعني شو اللي بيخليهون يهزوا يا تأثير خارجي هلأ منو موجود ما شفته هيك فجأة زهر ولا ضغط داخلي موجود بتعبوا الناس رجعت قلت لي قبل شو صح خلينا اسأل سؤال آخر كمان الناس عم بتقوله هل معقول رياض سليمي يعني الحمضة نسأل الأسئلة اللي بتخطر على بي الحياة للإنسان منه اختصاصه لأنه مش كل الناس عنده اختصاصات اقتصادية ومالية وتفهم الخطوات خاصة موجوده السياسيين اللي حضرتك عم تحكي عنه هل رياض سليمي لما كان الخوف كبير من أنه ما حدا بقري بلاي لأنه حامل الأسرار السياسيين من يمكن رؤساء مجالس إدارة المصارف بيعرفوا قده بس ما حدا قده أو أكتر رحقلك لاش هقلك لاش ودائما بيسمعها هاي أنه والله هالتحاويل المالية بتجي وبتروح عارف فيها و وانا ما عم بدافع عنه نتبه بس على الأقل عيدا ما بين في مسئولية حدا نتبه بس أنا عم بقلك على الأقل تقنية مثلا تحويل المصرفية ما بمر عبر مصرف عبر مصرف في لبنان تعرفي هالشي كتار ناس ما بيعرفوا فاكرين كل شي بمر عبر مصرف في لبنان مش صحيح تحويل المالية والمصرفية دائما بتتم عبر البانك الخاص نعم والبنك اللي عم تحول منه أو محول لك بمر عبر وسيط هو المصرف المراسل مصرف الدولي المراسل ما بيمر عمصرف الدولي مثلا يعني بدي أفترض أنا في كتار حولوا ما هيك ما بيلغ بعد الأزمات بدي أفترض بيعرف عنه ما بيعرف عنه أكيد بكون مفترض يعني يعرف البعض بس مش إنه بتمرق عبر مصرف مش تحت إيده إذا بريد أكيد يعرف يعني طبعا عم بتحكي حاكم مصرف لبنان رئيس هاي التحية الخاصة بوقت نعم بس أنا عم بقلك تقنيا منه ممر رسمي إجباري منه ممر منه ممر مصرف لبنان منه ممر للحويلات طبعا نغلط إلا أي مدى يعني معقولة ما ما يسألوه عن هيدا التحويلات معقولة تكون محصورة بس بأوبتيموم بالأربعين أربعين مليون يعني بقلك الصراحة لا اللون حصرت بأكتر من هيك ودوبل وطريبل بس ماني شايف إنه هيدا قاله علاقة مثلا بتحرير الوداع المصرفية العالقة عند كل واحد مننا وعيالنا وما قاله علاقة بمكافحة الفساد إنه لو بد يصير في مكافحة فساد بدي يكون بشكل عاري ما بيتناول شخص واحد بحيثية واحدة عرفته برجع قالك لا ينطق ذلك من الخطوة الملفتة الخطوة الملفتة ولكن أنا بدي أشوف هل ستقود إلى خطوات أخرى يعني هل إذا تحدث حاكم المصرف المركز وقال إنه في التحويل أنا بعرف كذا وعند هيدا المعلومات وهل المعلومات هل سيذهب القضاء أبعا أكيد عنده معلومات أكيد عنده معلومات بس هل هو خزان المعلومات بالجمهورية لا عنده معلومات ما بشوف أولا هل هال معلومات حد ذاتها هي الرادع عمامه لحقته وتوقيفه ما كنتشوف أولا ما بشوفه والدليل ما بقوف هل القضاء مع حفظ الافتراضات كلها اللي حكي إنها بيناتهم يمكن هيدا التوقيف بيحميه بحل معين يمكن إلو أسباب خارجية ما بعرف ما بدأت كهن بس أنا اللي عم بقوله إلى أي مدى القضاء بهيدا المرحلة برأيك مسعدي يروح أبعد أنا اللي عم حاول أقوله هل رح نحل الموضوع أبتيموم يعني أنا مني شايف وندين بهيدا الموضوع أو إنه نحنا إذا قدل بمعلومات بتطلب التوسع في التحقيق رح يتم التوسع ما إني شايف إنه هيدا مقدمة لـ متل ما تفضلت بسألت لـ رؤوس كبيرة بالبلد لأنه برجع عليك مننا نحن هلأ بطور عملية مكافحة الفساد بالمعنى العارم يمكن تشوف البعض اللي لهم علاقة بهالعمليات أكيد رح يطلبوا للاستجواب ويمكن كمان في إجراءات صايرة هلأ حاليا لرفع الأذنات عن البعض اللي بدون رفع إذن لملاحقتهم وغيرهم بإطار التحقيق إيجراءات هلأ؟ صحيح من قبل مين؟ كيف معلومات؟ من قبل قادة التحقيق نعم بس ولكن مني شايف إنه نحن أمام حملة عارمة لي مكافحة الفساد إنه هاك بلش تشوفي متل ما تسميتيهم بالسؤال رؤوس الكبيرة عم توقف توقف أو تلاحق مني شايف مني شايف شايف عملية محدودة محصورة بالشخص المعني فيه محصورة بالشخص هو بمن يحيط به يعني خلينا نروح للخارج هلأ هيدا العملية شو ممكن تجيب للبنان كنظرة خارجية؟ شو ممكن تغير بتعاطي دول خارجية مع لبنان؟ هل مثلا بيخد علامة جيد جيد جدا؟ كيف سينظرون إليها؟ كيف ستأثر علينا؟ بحد زيتا ما بترفع السكور أكيد لأنه اليوم صنف البلد لأسباب موضوعية مش لأنه نتوقف شخص مهما كانت أهميته السابقة رح يغير من تصنيف البلد كله بس أكيد هيدا بساعد بما يسمى reputation risks إنها ترجع تصير إيجابية أكتر مخاطر السمعة للبلد يعني اليوم ينظر إيجابة نقبل المصارف الدولية المرسلة الregوليترز بالخارج الفاتف اللي بدها ترجع تصني في لبنان إذا الشي عرلاحة رميدية أكيد هيدا الشي بصرف النظر عن قرينة البراءة اللي بدلا محفوظة لك اللي راجع شخص بس ولكن كسمعة بتساعد إنه محل معين نظام القضاءة عم بيقوم بدور ما لأنه مطلوب مسائلة وملاحقة لا الفساد ما صار آآ بس إنه لنوصل لمحل نقول إنه الوداية عالطريق آآ راجعة أو مكافحة الفساد رح نشهدها ماني شايف ماني شايف أوكي يمكن نكون مخطئ بس ماني شايفها لأنه الأسباب الموضوعية لقلم أنا متوفرة آآ شو المطلوب يا بدك ضغط خارج كتير كبير هائل طب ما هقبا في هيدا الضغط الخارج منه موجود بالعكس فيه مصلحة خارجية مرات بالتعامل مع أطراف الفساد بلبنان آآ أو بدك ضغط داخلي شعبي آآ هيدا الضغط آآ نفس لأنه ما فيه اللبنانيين ظلوا متظاهرين بالشارع مثلا بيقلك إنه وبعدلك بالتسعة عشر وبالعشرين كانوا عتلانين هام المسؤولين السياسيين يعني كانوا عالمطاعم ما فيهم يظهرون والبعض ألقى سبب الديفولت اللي صار بأزار سنة العشرين بس لأنه الناس كي بدأت تقول عم ندفع المليار وثمينمائة مليون بوقت شيء طيب وهذا كان غلط أكيد يعني هيدا من الجرائم اللي صارت بعد برا يعني الاحتجاجات تشرين بحاجة للتوقف عندها الديفولت اللي صار بحاجة للتوقف عنده الاستمرار بالدعم اللي ستيرين والكاجو والبندق الأفريقي ما بعرف الفستو كل هو دي يعني مسلا شيء مش مش ما بيتخيلوا العقل بوقت عم تستنزف احتياطات المصري في المركزة او دعم البنزين مقابل تمريبه استفادت التجار الكبار من الدعم مش الناس ووصولا لعمليات السيرفة اللي صارت كل هالتدهور هيدا اللي تآكل خلى الخزينة تتآكل وخلى الاحتجاجات هوا دي جرائم هوا بحاجة لتحقيق بس مين ما في لجنة تحقيق برلمانية مهندس الوحيد والأكبر لقالهم مش رياض سلامة هو مسئول مسئول عن شق معين شق معين بس خليني اقلك خليني نوضح برجع اقلك انا مش دفاعا عن حدا وابدا نهائيا بس انه اللوم الدعم كان مسئولية مشتركة من الحكومة كمان طبعا شو لا كان شو مين كان يحدد لاحة الدعم مين كان يحدد هول اللي كنت اطلع فيه انها ثلاثمائة اربعمائة صنف وقول كيف مدعومين صحيح عمدا سنين تذكر غريبين غريبين كيف بقيوا بقيوا مدعومين هلأ للأشهر الأخيرة صحيح او مثلا المضاربات على العملة واستنزاف احتياطات المركزة بديك تشوفي كمين ممكن عم بيقوم فيه ومين عم بيستفيد منه يمكن هو يمكن غيره او يمكن بالاشتراك بديك تشوفي كل هول بس هيك تبسيط تبسيط الأمور انه أنا ماني معه حقيقة واستهداف شخص لحاله منظومة هي حقيقة كان فيه قوانين عن مجلس النواب عم تصدر صح وكان فيه الزام مرات كتير على مصرف الدين انه يصرف هيدا ما بيعفيه من المسئولين تبه وشو كان بيقدر يعمل تخليني يكون واضحة ما بعرف اذا كان فيه يقدر يقاون ما بعرف وما بعرف اذا كان شريك هلأ كله ان شاء الله بالتحقيق ببين ببين بس انه هيك اختصار الأمور وتبسيطة كل هالأمور والدعم وكل الدعم وهدر الأموال تبسيطة أنا مني معه مني مع هالتبسيط اكيد مش صادر عنك انت هتطرح السؤال صح انا متحصل مسؤولية حكومات متعاقبة مسؤولية مجالس نيابية متعاقبة مسؤولية وزراء محددين شغلتهم شغلتهم يتساءلوا يعني مساءلة عن كيف اتخذوا قرارات الاستمرار بسياسة استنزاف ما تبقى من احتياطات المصرف المركزي واخضاع المصرف المركزي والزاموا بتمويل الدولة مقابل انه عمليات الفساد اللي كانت مستشرية ولا زالت والتهريب الجمرك الموجود وكل هالمنافذ هاي ده يلي استنفزت المصاري اللي كانت عندنا صحيح والهدر اللي صاير هاي ده كله بده تحقيق طويل عريض اوكي وكحاضر ده كنت عم تحكي عن منظومة كاملة متكاملة دور المصاري فهون شو فشو عملوا بوقتها بس هلا قبل لك يعني عملوا مثل هيك ديكار قالوا لك بوقتها اذا بتذكر انه بدنا وينين صاروا يعملوا يحرطوا به هلاق وينين ويعدوا به هلاق وينين سرين مصرفي خرطوا فيها اكتر لاسرق غير المشروع ينفضوا عنه الغبرة ويزابطوا فيه اللي ما بحياته تطبق عملوا قوانين جديدة لمكافحة الفساد للوصول للمعلومات لحماية كشفي الفساد اذا ما بدك عملوا ديكار ولهيونة بهالشي من دون تطبيق اي واحد من هالنصوص رغم انه ورشات تشريعية قد ما بدك بوقتها كله راح سودان ما بعض اذا كان لألهاء الناس والديفولت اللي صار هيدا كتير مهم انه يندرس مزبوط ويتحقق فيه مزبوط فبديك تعمل مكافحة فساد بديك تشتغلي عكل هول بس مش مطروحة انت جوابت يعني وصلت للي عابلك بديك تعمل بس ما عاملت دول افريقية كتير كبير يصار فيها انقلابات وثورات ما نبعد كتير الجزائر مثلا ردت عشرين مليار دولار من وقت عهد الرئيس الراحل بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة استردت كتير من فيلال ويخوت وعقارات واموال منقولة وغير منقولة او تجربة ماليزيا ممكن نقتضي فيها لمكافحة الفساد فيه تجارب قد ما بدك بالعالم فيه اتفاقيات دولية فيك تستفيد منه منخرطين نحن فيها اتفاقيات مكافحة الفساد هادي بالالفان وثماني ونحن ملتزمين احكامها هيا مثلا بنصوصة لبنان ابرامة ابرامة مسلا ضمن نصوصة بهمك تعرفة انه بتجيز استخارة تحقيقات الاجنبية بمواضيع الفساد اذا كان لبنان عم بحقق فيها هادي ممكن من الاسباب الافتراضية انه لهذا السبب اللي حكينا عنه لتوقيفه يعني للقول ايضا للاروبيين وغيرهم انه نحن حطينا ايدنا فيه ايه دروادو سيزين بسموه وضع يد من قبل القطاع اللبناني برجعلك دون الانتقاس من هزي الخطوة المهمة جدا ملفتة شو دور المصارف هون ساعتا ملفتة ما قلت مهمة ملفتة انتي عم تتحفظ لانه حاسس انه لن تؤدي الى نتيجة على الاقل انا واضح وسريح انا واضح وسريح مش بالتحفظ بصراحة كنت صريح معي قلتلك لا الاعلاقة لا بالوداع ولا الاعلاقة بمجافعة الفساد ماني شايف عكل حال مش هيك بتكون لامور يعني لو فعلا فيه اه حملة وارادة عارمة لذلك بتكوني عم تشتغلي عدة مستويات شرحتلك يهم كلهم كلهم بتكوني عم تشتغلي على وزراء بتشتغلي على المجالس النيابية اه بتشتغلي على مسؤولين تنفيذيين اخرين كمان يمكن مش ان هيك اليوم انطرحت كل هالاسئلة وبتشتغلي بالباب العريض مش بس بملف واحد انا مش عم بقول انه ما ينشغل على هالملف او غيره بس عم بقول اذا بيكون في حملة كبيرة لمكافحة الفساد بدأ تكون الى غير مؤشرات بدأ تكون يعني افقية بس هدي ما بدأ توافق سياسة ما بدأ مع هالمشكلة مع هالمشكلة توافق السياسة بيعطلة ما قوم بين مين بدي يكون توافق السياسة بين زعماء سياسيين معظمهم غاطس بالفساد قرار سياسي ما بدأ قرار سياسي بلا بدأ مكافحة الفساد وكل هاي الامور والورشة صحيح بس بدك هدا القرار السياسي يكون من قبل سياسيين قادة سياسيين مش غاطسين بالفساد ومش مستفيدين فاقلية ربما تكون موجودة من القادة السياسيين اللي ما تعطوا بالفساد بالبلد اللي ما اخدوا عمولات على صفقات عامة صارت مش هيك الجراية تبكتوب مش انا عبول لا ونحن عم نطلب منك معلومات فاذا ما عندك هالقادة السياسيين ياخدوا هالقرار فما تروح تنبشي وتقولي ولا هلا الموضوع هيك رايح ماني شايف الا ازا كان في ضغط خارجي كتير كبير وهائل ماني شايفه من اي نوع يعني التهديد خارجي بالعقوبات والضغوطات شايفتي ماني شايفه ماني شايفه حدا بعتقد هلا عنده كتير يعني مصلحة يبالي فينا ويضايع وقته بالهم بغزة وبالهم باوكرانيا ما بتصور يعني وين شايف الجو الدولي الضغط هلا على لبنان يعني مكا انه قراءة بالعكس انا شايف تقاطع مصارح سياسية كانت بالسنوات ما بعد الالفان وعشرين مع السياسيين التقليديين في لبنان انه الناس نزلت هالقد بضغط شعبي وما قدرت تزحزحهم فخنا نتعاون معهم بركة اريح ما نحن شايفه شو صار بالضغط الشعبي كمان نحن ما بدنا نحمل اللبنانيين اللي نزلوا على الشارع اكتر ما بيحملوك لا مشان هيك قلت انا ما فينا نضلنا نخليهم بالشارع ونضلنا كل شوية والتاني ننظرهم على الشارع هيك بلشت الحلو مع انه اذا بدك تدرسي هالزاهرة بس انت كمان اذا بدك تدرسي هاديك الزاهرة اللي كانت زاهرة كمان بحاجة لتقييمة بما يسمى علم التحرك واللوبينج والفورسينج كمان كان فيه هتس معينين هتس يعني اهداف لازم ترسم لهاك احتجاجات شعبية كانت مفهود يا غلط مرسومة يا عفوية وهذا الشي بجزء منه طبيعي ويمكن جزء منه الاخر مدبر حتى ما تودي للمكان الصحيح للأسف انهكت كتير من القوى الحية بالمجتمع وقحبتت عزائم كتير من اللبنانيين الخيرين اللي تفاعلوا بالتغيير يعني على كل حال نحنا على المنضل مثل ما قلت كانت خطوة ملفتة غير بانتظار يعني نشوف شو النتيج رح تكون تتوقع نهار التانين شو يصير تنختم الحلقة جلسة ما بعدها جلسة وخبرة اعمال خبرة مالية لتكوين قناع على دقاط التحقيق اما باصدار مذكر التوقيف وجهية وهيضا امر محتمل او تركه للحاكم السابق وهيضا اقل احتمالا عزيم وبتتوقع انه تتكشف امور اخرى يعني انه نعرف لماذا لماذا حصل ما حصل بالملف هيدا نفسه اللي عم بيتحقق فيه بالملف نفسه بتعرف انت انه في تجارب كتير سابقة في تسريب لتسريب المعلومات لخاية الان هوني لك تشديد في الكتمان وهيضا امر جيد لمصلحة التحقيق انا بشكرك الاول في جزئه الثاني مع الكاتب والباحث السياسي احمد الغز اشتركوا في القناة